اشتركوا في القناة 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 دي المنصورة اللي طلعت مرس الرابع دي المنصورة اللي اليهود حاولوا يضربوها فوقعنا لهم طياراتهم هي دي المنصورة اللي التنظيم الدولي الانجليزي والتركي والامريكاني وخدامهم من العرب والمسلمين يريدون ضرب مصر في المنصورة احنا في المنصورة اعلننا كلمة واحدة بعد الضربة بساعة اعلننا ان التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ومن ولا تنظيم ارهابي دولي اتل عيالنا وفجر بيوتنا احنا مش هنستنى امريكا ولا غيرها احنا قادرون كمصريين وفي حملة قادرون ان شاء الرحمن ان احنا نمضي تمانين مليون استمارة ونبعاتها للبرلمان الافريكي والبرلمان الدولي والبرلمان جلو امريكا اللاتينية والأمم المتحدة ونقول الشعب واصدر قراره ان هذا تنظيم ارهابي اتل عيالنا هتك العروض فجر منع عيالنا من الخروج في الشوارع ده تنظيم ارهابي انا مش منتظر لمحكمة مش منتظرين محكمة مش منتظرين حد دول تنظيم ارهابي دول الشعب المصري الطيب اختارهم وجابهم وملكهم ورب العرش ازلهم وانتزع الملك منهم هو ده الواقع وهو ده الحقيقة يبقى الشعب هو اللي بيملك والشعب هو اللي بيشيل والشعب هو اللي بيدين وانا بقول له بهمة من اينا عايز تعادي شعب مصر عادي بس بفكرك ارجع ويره اتعلمت ايه في ابتداي حصل ايه في التطار حصل ايه في الصليبين حصل ايه في كل انسان ظن ان الارض دي مباحة يا شعب مصري مامشيش عندنا الانبيا بس احنا تجلى عندنا الله احنا شعب مبارك وارض مباركة بيكم بيكم انتم يا خير الاجناد سيدات ورجال واللي بيقول صورة تلاتين انا بقول له صورة تلاتين صورة سيدات وامهات واخوات البلدية هم اللي نزلوا وهم اللي وقفوا في الشارع وصرخوا وما كانوش بيسيبوا مكانهم عارفين ليه عشان مرسي قرب منهم البنين قرب يفرق ما بين العيال لو هنقولها للدستور لاسباب واسباب قوية لان ده دستور صورتنا اللي مات له جيكا والجندي الدستور ده لما كتب مصر كتحضرة دستور الاخوان كان بعده بقى سبيعة وبأيام هتتقسم البلدية لنوبة والأطباط والمسلمين وشيعة وسينة تلات حتت ده مخطط من أيام ما الدول والخبص وميت جنيه حسن البنة هم اللي حطوا انها بتبتاحه بالانجليز وكانوا عارفين ان في الفين واثناشر يطلع عشان يعود نابت تاني عملوه في الخليج لما جوم قالوا الملك ما يديش لابنه فابنه يدي لابنه قالك الملك يدي لابنه وعياله بس عشان ما تعيش اللي ميت سنة وبعد كده تتقسم وتتفجر شرية شيعة قطر يامن قسم هو ده اللي كان مخطط عشان كده رد الفعل يا مصريين توقعوا انه هيكون شديد لان الفعل جديد واحنا جداد وقدرين تاريخنا بيقول كده وبعون الله دستور يكون هاعد فيه غنيم ومجد يعوب والله ظهر والكنيسة مسكين دين بعض قبصوا بعليه عشان بلدي مش هتتقسم قبصوا بعليه عشان بلدي مش هتتقسم تحياء مصر تحياء مصر يا بلدنا قان الاوان نمشي في امان ما نخاف ويجينا راجل يا ولاد يختشي ما يخاف اعني الاوان يا بلد اعني الاوان السلام عليكم